ترجمة نانسي قنقر وكان سلاحها الأساسي عندما كانت في خطر لكن الآن كان ذجل ألي يأذيها ولم تستطع تحريكه بشكل صحيح كان الحليف خائفا وقلقا لم تكن تريد أن تفقد ذجلها أو قدرتها على السباحة بسرعة فذهبت لترى البوم العجوز الحكيمة التي تعيش في الأشجار المجاورة قال لي يا عزيزتي البومة لقد أذيت ذجلتي ولا أعرف ماذا أفعل هل يمكنك مساعدتي من فضلك؟ نظرت البومة العجوز الحكيمة إلى ذجل ألي وقالت لا تقلق يا حليف ذجلك مصاب كدمات شديدة فقط عليك أن تعتني به جيدا وتتركه يشفى بشكل صحيح اتبعت حليف نصيحة البومة وأرحت ذجلها لبضع أيام لم تسبح أو تصطاد لكنها بدلا من ذلك قرأت الكتب وغنت الأغاني ولعبة الألعاب مع أصدقاءها من الحيوانات بعد بضع أيام بدأ ذجل علي يشعر بالتحسن لكنها لم تعد إلى قوتها الكاملة بعد أرادت حليف السباحة والصيد مرة أخرى لكنها كانت تخشى أن تأذي ذجلها مرة أخرى لذلك أعطت البوم العجوز الحكيمة حليف نصيحة أخرى قال حليف عليك أن تتعلم كيفية استخدام ذجلك بطريقة جديدة تحتاج إلى تعلم كيفية السباحة والصيد دون الإضرار بذجلك مرة أخرى استمع الحليف بعناية إلى نصيحة البومة وبدأ في التدرب جربت طريقة مختلفة للسباحة والصيد حتى وجد الطريقة لا تأذي ذجلها لقد تعلمت التحلي بالصبر والمثابرة ولم تستسلم حتى عندما وجدت صعوبة في ذلك مع الوقت والممارسة دمى ذجل ألي وأصبحت سباحة مصيادة أفضل من دي قبل لقد تعلمت التكيف مع وضعها الجديد وكانت فخورة بنفسها لقيامها بذلك منذ ذلك اليوم فصاعدا عرفت علي أن حتى لو لم تسر الأمور وفقا للخطة يمكنها دائما إيجاد طريقة للتكيف والتغلب على أي عقبة وبهذه المعرفة عاشت حياة طويلة وسعيدة في أرض المستنقعات مع أصدقائها من الحيوانات وتلقي